طيب إحنا قلنا روشتة للراجل إزاي يبني علاقة صداقة طيبة ما بينه ما بين طلقته عايزين دلوقتي روشتة للست بما إنا حضرتك بقى دكتور استشاري أسري عايزين نضحك كده عالراجل إزاي أضحك على دماغه كده أنا قطلقته وإيه بمبناية كده يعني أقدم له البمبناية كده إزاي حنن قلبه وإزاي يجيب رجله إنه يبتدي يتعامل معايا بصداقة ويحب ولاده كده تبقى العلاقة طيبة الكلمة الكويسة الكلمة الطيبة صارقة زمائلو الكلمة الحلوة حتى لو بعد الطلاق خلاص ما نسي مش أنت برضو استريحتي منه خلاص بقى خليك يعني أنت كمان نصحة واستريحتي منه بس ممكن أقولك المتين حلوين الراجل على فكرة يعني الكلام برضو دورت ممكن بيأثر معايا فأنا لما أقوله كلام حلو أفخم فيه أقوله دول أنت أصلا أنت أنا عارفة أنت ممكن تكون أزواج مش كويسين بس أنت أب كويس أنا عارفة أنت طول عمرك أب محترم أنت أولادك دول بيحبوك جدا أنت أولادك كذا ده أنا بقولهم على الحاجات اللي أنت عملتها الكلمات دي لو أنا اشتغلت عليها شوية كلامية ستة حتى من وراء قلبي حلو مفاتيح اشتغل عليها وانا لازم كل حاجات من قلبي في حاجات من وراء قلبي بس أكون أكون ذاكي ذاكي اجتماعي ومش بضر حد على فكرة ولا هتاخد عليها سيئات ولا هتبقي حاجة لأن أنت بتقولي كلام أو في الآخر طيب بتسمع حد كلمتين حلوين عن نفسه بقوله عليك كلام حلو جدا أنا بقوله عليك كلام حلو بالنسبة للأبوة بتاعتك أنت شاهم أنت جدع أنت أنت كريم طول عمرك وانت أهل كرم الكلام ده لو أنا قلتهوله أي حد بتحضرك بتشتغلي معه حتة الحتة بتاعت النفسية دي أنا بعلي فيه خاصة الرجالة لما بعد ديره التأدير ده التأدير ده قيمة أصلا عليها عند أي حد عند الجنس البشر كله هو أعلى قيمة عندهم التأدير فحتى لو ما ديتهولوش وانا زوجة ادهوله بعد بعد الطلاق بكلام كويس جدا قال له يعني يا رسول الله أن أبو سفيان ويحب الفخر يعطيه شيئا قال خلاص ما اندخل دار أبو سفيان فهو آمن الناس كلها وعمرها ما تخش دار أبو سفيان لأن كل واحدة يخش داره إنما عمل إيه قال له كلمة حلوة ففخم فيه فبقى فخر ليه فنفس الكلام ما هو مش هيعمل حاجة الكلمتين دول بس هتعرف تتحكي عليه شكرا لك يا دكتور الكلمة الحلوة بتفتح ببان الجنة حتى